اشتركوا في القناة المحافظة المؤسسات الحكومية الأخرى تتحمل تراجع الاستثمار اليوم كثير من المحافظات تقدمت وقطعت شوطا كبيرا في موضوع الاستثمار وزارة المالية تتحمل جزء من تراجع الاستثمار والجميعية تحمل تراجع الاستثمار الشخصية الموجودة في دارة الاستثمار ليست بمستوى الشجاعة حتى تدير ملف الاستثمار خبراء اقتصاديون في المحافظة أكدوا أن سوء التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية وإهمال الحكومة في بغداد لدعم المستثمر هي أسباب أخرى لهذا التراجع بالإضافة إلى السياسات الخاطئة المتبعة في البلاد وانعدام الرؤية الاقتصادية الواضحة كلها أدت بالمجمل إلى سير عجلة الاقتصاد والاستثمار في البلاد عامة وفي بابل خاصة نحو الهاوية الاستثمار في العراق بصورة عامة وفي محافظة بابل يعاني كثيراً من الإحمال سواء من القطاع الاقتصادي أو من القطاع العام وغيرها من القطاعات الأخرى مثلاً نلاحظ أنه بعد عام 2003 إلى الآن الشارع العراقي أو الجمهور الذي يهتم بالشؤون الاقتصادية لا يعلم إن كان توجه العراق توجهاً اشتراكياً أم توجهاً رئيس مالياً هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية المعطلة في محافظة بابل من 2003 وإلى الآن تشاهد البنى التحتية في المجال الصناعي في المجال الزراعي في المجال الزراعي كل التجاري عفواً كل هذه المجالات معطلة ولعل السبب الرئيسي في هذا هو مرور أغلب المشاريع عبر مجلس المحافظة المكون من كتل سياسية وهو من عكس بصورة سلبية على الاستثمار بالمحافظة فالمشاريع لا تمرر إلا لدوافع حزبية مصلحية بحتة كما أنها لا تخضع للشروط والمعايير المعروفة كما أشار إليه أكاديميون من بابل أغلب المشاريع هي تمر من خلال مجلس المحافظة بابل اللي هو مقسم بين عدة كتل سياسية وهذا الأمور لم يسمح للمجلس محافظة بابل أن ينمي الاستثمار الموجود داخل المحافظة لذلك أن أكس بصورة سلبية على المواطن هذا كله بغض النظر عن المشاريع المعطلة والبنية التحتية المنهارة للصناعة والزراعة والتجارة جعل الاقتصاد العراقي يتذيل قوائم التصنيفات العالمية